اشتركوا في القناة ونائب وزير الداخلية ورئيس الامن العام ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة وقد رحب معالي الوزير بزيارة السيدة ترزامي والوفد المرافق الى مملكة البحرين مشيدا بالعلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وهنأ معالي الوزير السيدة ترزامي بتأسيس مفوضية منوها بالتعاون بينها وبين البحرين مؤكدا ان البحرين سباقة دائما في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص والالتزام بالمعايير الدولية المعمول بها لافتا الى الانجازات التي حققتها المملكة وتبوئها مراكز دولية متقدمة في هذا المجال وأوضح معالي أن الشعب البحرين اعتاد على المعاملة الانسانية مع الآخرين والترحيب بالعمال الاجنبية والحفاظ على حقوقهم وهو أمر نابع من نهج وتاريخ أهل البحرين القائم على احترام الجميع مما انعكس على تطوير القوانين التي تخدم المصلحة العامة وتعود بالخير على المواطنين منوها بأهمية العمل الاستباقي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الضحايا وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ومن بينها ما حققته البحرين من انجازات في مجال حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالاشخاص والإشادة بها على الصعيد الدولي ترجمة نانسي قنقر